تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا في حصة منشات اليوم سنتطرق إلى موضوع هام شغل بالرأي العام في البدة الأخيرة ويشغل الرأي العام دائما كلما فيه نقاش حول القضايا العامة للمجتمع والقضايا الأساسية وهو موضوع المسألة اللغوية أو السياسات اللغوية في الجزائر وأيضا في شمال إفريقيا التي نرتبط بها جغرافيا وحضاريا وثقافيا لتناول هذا الموضوع في سلسلة من الحلقات نستضيف أستاذ الدكتور عبدالرزاق دوراني وهو مختص في اللغات وترجمها وأيضا مدير لمعهد المركز الوطني للغة الأمازيغية أهلا وسهلا بك الأستاذ عبدالرزاق دوراني في هذا اللقاء نتمنى أن يكون شيقا ومفيدا للمشاهدين ويمكن أيضا الجميع من أخذ فكرة واضحة وعقلانية وموضوعية وهدئة حول القضايا المطروحة في المجتمع وهي قضايا مشروعة أيضا تتعلق لأنها تتعلق بالهوية وبالثقافة إذن مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبدالرزاق وربما نبدأ بسؤال عام هكذا نقول لماذا اللغات دائما تثير الجدل في أي مجتمع من المجتمعات لماذا لا نأخذها على أساس أنها فقط أداة للاتصال اللغة في الواقع ليست فقط أداة للاتصال وهي طبعا أساس أداة للاتصال لكن الاتصال يمكن تصورتنا للاتصال لا يجب أن يكون ضيق يجب أن يكون فكرة الاتصال تخاطب قوم تخاطب شعب تخاطب أمم تخاطب دول هذا هو قضية التخاطب لكن ليست فقط أداة للتخاطب حتى بهذا المعنى بل هي حاملة كذلك لفكر ومعارف وثقافة معاشة أيضا ثقافة معاشة وكذلك قدرات فكرية ومعرفية كما نفهم الأمور المعرفية وتشكيل الأدمغة وطريقة اشتغالها لماذا تشكل قضايا إشكالية تشكل قضية إشكالية لأنه إذا أخذناها من ناحية تاريخية يمكن نعطي زوج أمثلة أو ثلاثة فقط من خارج الجزائر لكي تكلموا عن الجزائر تبان صورة أكثر تبان صورة أكثر قياسا إلى ما حدث في أمم أخرى نعطيك مثلا ألمانيا في فكرة في فطرة معينة من تاريخ الشعوب الناطقة باللغة الألمانية تصورت بأنها كان عليها أن تتوحد على المستوى السياسي يعني كانت دول مختلفة فجاءت فكرة عند الفلاسفة الوقت هذا الفلاسفة في السياسة وفلاسفة كذلك الوهاويين في أي أصر؟ تقريبا في القرن الثامن عشر اللي كانت الفكرة خرجت فكرة لزيطاناسيون الدول الأمم ففي تلك الفترة جابت فكرة لغروس دويتشلاند يعني ألمانيا الكبرى ألمانيا الكبرى فطبعا كيف يكون هذه الوحدة السياسية على شكل دولة قوية جدا يعني ممكن تكون فعالة في مجال العلاقات الدولية تكون دولة قوية جدا فكاننا لابد من جمع عامل للتوحيد عامل للتوحيد السياسي والمنطلق هو اللغة هو اللغة التي كانت مشتركة طبعا تشكلت اللغة الألمانية هذه الحديثة اللي راهي موجودة إلى حد ساعة ومن بعد من حتى إذا كانت قدمت الأمور وتغيرت المهم أنه البداية كانت ارتباط بالسياسة نعطي وعلى ذكر ألمانيا فقط نفتح قوس ولو أن ربما الظروف الدولية التي مع الحرب الباردة اضطرت الألمانيتين إلى الانقسام إلى الديمقراطية وشعبية وغير ذلك إلا أن سرعان ما عيدت وحدهما لأن الأساس كان موجود وهو اللغة وحتى ليس فقط الألمانياتين كنت نمسا كذلك شكوس موفاك يعني عموما فكرة التوحيد اللغوي كانت مرتبطة بالتوحيد السياسي في البداية وبفكرة الدولة الأمة وهذه خرجت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين بصورة خاصة نأخذ مثال آخر نعم في فرنسا المثال اللي الناس يسمعون به بزاف في فرنسا الفرنسي هذا اللي كان لهجة انتع باريس فقط ولكن من فرنسوا تقريبا كان يسموه اللغة هذه ولو يسموها الفرنسوا في البداية يعني ارتباطا بالاسم الملك هذا وكان التوحيد كذلك مرتبط باللغة قال إذا كان الناس ما يتكلمش نفس اللغة وكانوا يتكلموا يعني كل الفرنسا الحالية كل لهجات كانت لهجات للونغ دوك للونغ دويل إلى غير ذلك كانت تعني لغات مختلفة وحاولوا توحيدها السياسي للدولة الفرنسية انطلاقا من توحيد اللغة يعني فرض اللغة منطقة باريس على جميع المكونات اللغوية والثقافية إلى غير ذلك والجهاوية لكل الأقطار اللي دخلت في الدولة الفرنسية طبعا هذا مشات مع سياسات لغوية معينة كما كان في ألمانيا المثال آخر لنا ممكن نعطوه مثلات أخرى هو إسرائيل دولة إسرائيل ولنسموه الكيان صهيوني ما يهمناش ما ماناش في هذا المجال دولة إسرائيل استعملت اللغة العبرية وعليش استعملت اللغة العبرية لأنه لم يكن دولة موجودة ولم كان شعب إسرائيلي موجود يعني كان شاتات وكان موجود كان يهود كان يهود لكن كان الوجياة صهيونية كانت موجودة منتشرة لا ما كانت منتشرة بدأت في فطرة معينة الإيديولوجية الصهيونية لكن الإيديولوجية الصهيونية وتوحيد زما وجمع جميع اليهود من كل الأقطار في بلادين ما يعني هي فكرة سياسية لكن الوسيلة المستعملة حتى الإيديولوجية وإيديولوجية التوحيد كانت مرتبطة باللغة العبرية التلمودية تلك اللغة التي كانوا يستعملوها اليهود في جميع المناطق في الجزائر في المغرب في تونس في مصر في روسيا في الولايات المتحدة في فرنسا إلى غير ذلك حيث تواجد اليهود كجماعة كانوا يستعملون اللغة العبرية التلمودية لأنه كانوا يدرسون دخلها في شؤون الدينية انتع الجماعة كوميونوتي جويف هذا هو القضية هذا العام الوحيد اللي كان يجمع بين اليهود وإلا ما هو الشعب وهذا كلام اللي نقولون ما هو شر ننسب في اليهود هذا نأخذه مؤرخ من أكبر المؤرخين الإسرائيليين اللي هو يدرس الآن في جامعة تلعفيف اسمو شلومو سند شلومو سند ووستير في تاريخ في جامعة تلعفيف اللي يقول لأكبر المؤرخين لأكبر المؤرخين لأكبر المؤرخين أشدود الجزائريين ما زالهم دفوا تشوف يعني في بعض بعض ريبرتاجات تاعة تلفزيونات إلى آخر لكن ما زالوا يتكلموا العربية تاعة تزاير ولي اللي يرهم في فرنسا ما زالهم أنا شوفنا هذا كالفيلم القوستو يعني ما زالهم يغنوا الشعبي وما زالهم يعني وما جزيريين كما نعم نعم فقط ذكرت لنا ثلاث أمثلات قريبا الآن مثال ألماني وفرنسي و إسرائيلي ولكن نسيت مثالا مهما وأطلب منك أن تضيفه إلى الأمثلة وهو مثال العربي يعني مثال اللغة العربية هل استطاعت أن تؤدي الدورة الذي أدته اللغة الألمانية وربما العبرية وربما الفرنسية من الأمثلة التي ذكرتها من قليل ذكرت هذه الأمثلة فقط باش نرجع لهذا الواقع سنتحدث سندخل إلى شمال إفريقية تقليل ولكن أريد أن تحدث عن اللغة العربية بشكل عام يعني هل أدت هذا الدورة الذي ذكرته العربية في البداية ما كانت لغة واحدة نعم كان في شبه الجزيرة العربية كان اللغة العربية تاع الشمال وكان تاع الوسط وكان تاع الجغل هذا في شبه الجزيرة العربية لغة العربية مرتبطة بشبه الجزيرة العربية بعد انتشار الإسلام يعني ما يسمى لذينمون كورانيك يعني هذا الحدث العظيم الذي يسمى بالقرآن هو حدث ظاهرة القرآنية ظاهرة القرآنية من ناحية الأنثروبولوجية نسموها هكذا نسموها الظاهرة الفينومين كورانيك كتسمها الإفنمون كين اختلاف بسيط لكن معلش يعني هو يجوز هو الأصح هو ظاهرة القرآنية ظاهرة القرآنية جاءت عن طريق لغة لما كانت تكلمها للعرب في شبه الجزيرة العربية ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الوسط إنما هي توليفة ترشيب يعني توفيق بين مجموعة من اللهجات العربية التي كانت موجودة ولكن يقال أن القرآن نزل بلهجة قريش باللغة الغالبة الغالبة لأنه قريش كقبيلة كانت فاعلة في مكة وكانت ملتقى طرق تجاري وغير ذلك كانت مقصد بحكم أن وجود الكعبة والمحج كان فيه يعني دروه كانت عوامل اقتصادية وغير ذلك جعلت من قريش يعني مركزا مهما هذه العوامل التي توحد اللغة العوامل هي التجارة هي العلاقات بين البشر هي العلاقات التجارية ولا حتى علاقات الحروب هي اللي ممكن تؤدي بانتشار لغة من اللغة لكن لغة القرآن ليست لغة أم لأي بشر في الدنيا على القرى العرضية يعني لا هي لغة السعودية ولا هي لغة اليمن ولا هي لغة أي إنسان هي لغة يعني خلاصة مجموعة من الهاجات التي كانت متواجدة حتى من نحية التركيبة النحوية والصرفية وصرف كان خلاف تعرف أنه كان مدرستين كان مدرسة الكوفة وكان مدرسة البصرة مدرسة البصرة هي تعمل على الجانب المنطقي والجانب القياس ستين ايكول كيف يسموه انالوجيك يعني تعمل سماثولية لا على القياس تعمل على أساس القياس بينما مصر مدرسة الكوفة تعمل على الشواذ يعني بأن الغيرة اللغوية ليست مشكلة بقواعد منتظمة حتى في هذا المستوى أنا نعطي فقط إشارة نذكر جمال كولوغلي جمال كولوغلي هو من أكبر الأخصائيين الجزائريين في اللغة العربية وكان يدرس في الصوربون لمدة كبيرة وعنده مجموعة من المقالات في القضية هذه لننتكلم عليها على قضية لغة القرآن ولغة العرب يعني لغتهم الأم واللغة التي نشأت من جراء انتشار بشكل قوي جدا للظاهراء القرآنية وكذلك لتنامي النشاط التجاري والاقتصادي ووجود تلك المنطقة حول مكة مثلا أنها كانت مركز لتوافد الكثير من اليمن ومن الشام من الهند من بلاد فارس وحتى من الصين ربما حتى من الصين طبعا كانت كانت مركز تجاري كارفان سيراي يعني كانت الكارفان هالك التوافيل تمر وترتاح وتتبادل إلى ذلك والرسول نفسه يعني كان تاجر كبير كان يمشي لمشرق كان يمشي لسوريا كان يمشي إلى كبير وكان يتكلم لغات كثيرة ما كانش يتكلم غير العربية انتع قريش كان اللغة اللي كانت في المدينة ميش نفسها بالذات اللي كانت مثلا في مكة يعني كين كين خلافات خلافات اسمها من ناحية اللغوية تحسب نعم حبيت نخرجوا شوية من باش نتقدموا تفضل إذا كان توسعت الظاهرة القرآنية تتوسع معها الظاهرة اللغوية حتما لأنه الحامل الرافض لهذه الظاهرة هي اللغة العربية هذه الموجودة ولأن هناك ظهرت الحاجة إلى تفسير القرآن وإلى فقه الدين أو رواية الأحاديث وغير ذلك يعني لتطوير المنظومة الفكرية الإسلامية المستمدة من القرآن لكن لإنتشار الأول هذا حدث في مجال نخب ما كانش على المستميل الشعبي لأنه لن تجل أحدا إلى يوم كانت شعوب تحتفظ بلهجاتها المحلية المحلية يعني اسمها الدارجة دارجة وما درجة الناس عليه من كلام يعني كيف ما الفين يتكلمون هذا وش معنى يعني الدارجة وبالمناسبة النوحات الأوائل كي يتكلمون على الفصيح يتكلمون على لغة الأم لأن الفصيح هو من تعلم لغته من بيئته من بيئته وبالسلقة يعني ناتير المو هذا اللي اسموها في الديدكتيك يعني في تعليميات تعليميات اللغة اسموها الاكيزيسيون الاكيزيسيون هي تعالى الاكتساب اللغة اكتساب اللغة بينما اللغة اللي نتعلموها في المدرسة اسموها التعلم الابرانتيساج لانك كان الفرق بين اكتساب والتعلم الاكتساب والتعلم الاكتساب هي تعالى لغة الأم تعالى لغة الفصيحة والتعلم هي تعالى لغة ثانية ديجي بعد اللغة الأولى اللي هي لكن لما نتحدث على نفس المثال الذي طرحته منذ قليل وهو ألمانيا وفرنسا وكذا اللغة العربية أنشئت إديولوجية خاصة لجعلها عاملاً لتوحيد سياسي لا لا أكيد بصحة هذا يمكن نوصل له بعد قليل المهم أن الحضارة العربية الإسلامية في أوائلها كانت حضارة دينامية دينامية بمعنى أنه أخذت كل الفكر لموجود في الأقطار واستوعبته في اللغوي العربي بالضبط يعني الأقطار المختلفة اللي انتشر فيها الإسلام يعني الفتح الإسلامي بمعنى يعني أن السلطة أصبحت سلطة عربية أو تابعة للسلطة العربية هكذا نفهموا الفتح اللي حبيت نعود ونرجع له فيما بعد يعني كان فيها ضرورة نرجع له مثلا بلاد فارس كانت الحضارة السلسانية كانت راقية في كثير من البلدان كانت حضارة هذا الحضارة العربية أصبحت تعبر باللغة العربية عن هذه الحضارة وهذا التعبير العربي عن هذه الجموع الحضارية واللغوية المختلفة في الواقع غيرت من العربية وستجد بأن التعليم الحديث للغة العربية لا ينظر أبدا ولا يعتبر أبدا ولا يولي أي اعتبار للغة العربية الفلسفية المنطقية لغة العلم لغة العقل هذه يخرجها من المجال ويكتفي فقط بتلك اللغة النقلية التي في الواقع هي ممزوجة بإيديولوجية محافظة دينية محافظة يعني يخرجون العقل مع الناس إلى يومنا هذا في المعاجم العربية مثلا معجم للفلسفة العربية على الرغم من أن الحضارة العربية الإسلامية أقول الحضارة العربية الإسلامية يعني بكل روافد لشكلتها من الأمازيغ من الإيرانيين من الأطراق من جبت الكندي وابن رشد والتوحيدي وكثير من الفلسفة العقلانيين حضارة راقية إلى درجة أنه لما تنظر إلى الأفكار التي كانت موجودة إلى حد القرن الثاني عشر الميلادي مثلا كانت غير موجودة لا في أوروبا ولا في أي مكان آخر بالبعض الأفكار يعني عاد إليها الغربيون يعني في العصور الحديثة يعني ابتداء المستينيات القرن الماضي فقط ممكن يعني أن ندخلوه في في الفترة هذه ما كانش قمع فكري كان تحفيز للفكر يعني أن نعمم بزاف نعم نعم يعني كان أمور يمكن تفصيلات كانت موجودة لكن الأتيار الغالب هو كان تحفيز للعلم مدام كان تحفيز للعلم تلقى مثلا وتشجيع الترجمة أيضا وتشجيع الترجمة وجلب العلماء ابن جني اللي يبدو أنه من أصول يونانية وهو من النوحات من أعظم النوحات نحو العربي وسيبويه كان فاريسي فاريسي نعم أحمد بن فارس كما اسمه يقول هو فاريسي اللي يكتب صاحبي في فقه اللغة وهكذا يعني كانت حضارة جمعة كما جميع الحضارات المبنية على العقل والتي انتشرت انتشارا كبيرا فطبعا هذا الجانب هذا مهم جدا لكن الآن ابتداء من فيطرة معينة هل لعبت اللغة العربية يعني مع انتشار الإسلام شرقا وغربا ومع تشكيل الإمبراطورية إن صح التعبير الإسلامية هل ساعدت اللغة في بداية هذه الخلافة أو الإمبراطورية هل ساعدت اللغة على هذا الانتشار وعلى هذا الهيمنة وعلى توحيد سياسي محتمل أكيد هذا هو تقريبا الخلاصة اللي كنت حبيت نوصل لها إنه تكون حضارة دينامية ديناميك ناشطة تكون حضارة منتجة تكون حضارة خصبة عقلانية كانت تتكلم بأي لغة كانت تتكلم باللغة العربية فتجد الأتراك كانوا يتكلمون بالعربية ويؤلفون بالعربية مثل الفرابي مثلا وقتلك الآن هذا ابن جني حتى في النحو العربي كان من وصول يونانية والسباوي من وصول كذا لكن كلهم كانوا يكتبوا باللغة العربية لأن اللغة العربية هي لغة الحضارة فطبعا كاين الحضارة تفرض على البشر بأنهم ينساقون ويحاولون أن يتمكنوا من هذه اللغة طبعا كان عندها عامل توحيدي كبير جدا بمعنى أن كل الثقافات التي كان لها وجود وكان لها إنتاج مثل الفارسية وبالذلك انخرطت ولم تنصير طبعا انخرطت في الجهد يعني الجماعي الإنتاج الفكري والفلسفي وحتى كأداة للنقل أيضا التراث الديني وغير ذلك فهذا يعني جعل من اللغة العربية يعني يعني كما يقال يعني أداة لتوصيل الفكرة وكان فيه في إطار يعني لأنه فيهم ما يسمى بالأمة بشكل عام ولم تظهر الدول الوطنية اللغات أيضا لتفصيل فيه بشكل أكثر وأدق في جزء الثاني من هذه الحصة نأتي إلى نهاية هذا الجزء طبعا ونلتقي معكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني مع الأستاذ الدكتور عبد الرزاق دوراري المختص في اللغات والترجمة بجامعة الجزائر وأيضا مختص في مركز البيتاغوجي للأمازيقية نلتقي مجددا من الأستاذ دوراري إلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر